السيدة ممصطفى تتفضل السلام عليكم وعليكم السلام وراح اطلو بركاته اولا بذكر حضرتك جيبنا على البرنامج ده وانشاء الله كده يكون في ميزان حسنات ممكن نعلي صوتنا بس اه اه اتفضل يا استاذة ممصطفى بذكر حضرتك على البرنامج ده جدا الله يدر وانشاء الله كده يكون في ميزان حسنات حضرتك وفريق الاعداد كله يا رب وابطلب منك كده دعوة للولاد كده ان ربنا يجي وصلح حالهم ويجعلهم من الابرار يا رب كده المهتدين المتقين يا رب ربنا يشع صدرهم ويجعلهم في امانه ويجعل النور نصب عيونهم ويفتح لهم طريق الخير وينوشئهم التنشئة الحسنة ويجعلهم ان شاء الله من اهل الخير ويفتح لهم ابواب الصراط ويفتح لهم كل طريق الصراط المستقيم على الدوام يا رب العالمين اللهم معين اه 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 انا كلمة عن نفسي انا نشأت تنشئة اللي هي ماما يعني والدتي بذلت اقصى جهد ان اه يكون فيه حنية او عاطفة في ال اه معينا يعني في علاقاتها بينا بس اه بابا الموضوع ده ما كانش لا يرحموه ما كانش دق اهمية عنده فما كانش فيه عاطفة شديدة من ناحية ده فانا نشأت في التنشئة دي فانا اه هل في حاجة ينفع ارممها في نفسي ان انا اخلي ولادي اه البنات اه والولاد برضو ما ينفعش يعني ما يطلعوش عندهم احتياج عاطفي اه للنقطة دي خاصة ان والدهم اه برضو اه ما عندوش العاطفة مهمة اوي كأننا عندنا منوال بيتكرر يعني او يعني عندنا منوال بيتكرر فانا اقول لحداك تعملي ايه حاضر استاذة ام مصطفى اول حاجة لازم لازم ترمميها في نفسك اه ترمم الشعور ده في نفسك بثلاث حاجات اول حاجة ان ده كان مقدار الوعي بتاع والدك يعني مثلا انا سبيل مثال انت لو ما بتعرفيش تعملي مهارة معينة او ما عندكش مهارة معينة في عمل معين في المنزل مش قصد الاكل والشرب عشان ما تقوليش ان احنا بنبتزل مسألة لكن ما عندكش مهارة ان انت تتعامل ازاي ازاي ما حاضرك بتسأليني دلوقتي حاضرك كنت شطرة وسألتي باباكي ما سألش ما سألش بقى لانه مشغول ما سألش لان ده شخصيته كده لكن في الاخر خالص اللي هو مرسه مع حضرتك ده ده كان مقدار وعيه يعني هو ما كانش متعمد ان هو يعمل كده معاك ده مقدار وعيه وساعات بيبقى وعيه عكس الايجابية يعني هو شايف ان البنات يتشد عليهم عشان ما يطلعوش تلفنين زي ما يشد على اولاد عشان ما يطلعوش ما يصين كده بالزبط كده فهو دلوقتي ده اللي عنده الباعث جيد التنفيذ سيء يعني الباعث الحفاظ عليك كان جيد انا بعمل ايه دلوقتي بفهمك بوريك المسألة بصورة تانية مش بعمل ايه مش ببره ليه قسوته عليك امر التاني وهو المهم ان اللي عمله ده عد خراص مين اللي بيجدده حضرتك هو عد خلاص تلك امت قد خلت خلاص انتهى اللي عمله ده انتهى الحاجة التالتة والمهمة مش مهمه وعمل ايه المهم انت بتستقبليه ازاي وتتعامل معاه ازاي اما ان حضرتك على مستوى الوعي ده قولي نفسك بشكل واضح وصريح اني انا ادرى اقف قدام ده واعتبر شيء اكسبني خبرة ونور طريقي وخلاني سألت السؤال ده عشان اولادي فيبقى انت تعلمتي درس مهم جدا 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 بتسأليه عشان اولادي ايه اللي تعمليه بقى عشان اولادك ثلاث حاجات برضو اول حاجة لا لا تؤكدي على تجاهل تجاهل ابوهم لهم بل تحاولي تجذبي ابوهم ليهم دايما ولو حتى خمس دقائق ولو حتى عشر دقائق في اليوم ولو حتى انت اللي تتصل وتطمن على فلانا عشان كذا يبقى اول حاجة اجذبي والدهم ليهم تاني حاجة اعملي الجسور بينهم وبين والدهم اخترع الاشياء اللي هما يروحوا وعارفة ان والدهم شاطر فيها يروحوا لابوهم فيها تالت حاجة لما تيجي تعملي الحاجة اللي ما كان والدهم دايما تكوني بتعمليها مش ان انت بديل عن ابوهم لكن بتعمليها بنفسية المرأة ما تعملاش بنفسية الرجل عشان انت نفسك ما تستهلكيش وتعملي ده فاتورة على جوزك لكن اعمليها على انك انت الام ومع الحاجتين اللي انا قلتها لكم اللي قلتهم لحضرتك دولة دولة ادوات ترميم مهمة جدا 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 يبقى جزب الزوج بالعمليتين الاولانين ولما تيجي تعملي حاجة اعمليها كامرأة ما تعملهاش كرجل لان انت لو عملتها كرجل مش هتطلع صادقة والامر التاني كمان بطيق جدا جدا من الستات اللي بتقول انا كنت ليهم اب وام انا موافق ان هي بازلت ده لكن مش موافق ان هي هتكون رجل الستة تفضل ست والمرأة تفضل مرأة وجمالها وروعتها ودورها ان الام تفضل ام صحيح بتسد في حالة التوارئ بس مش مطالب ان هي تبقى راجل لانها لو بقت راجل بعد شوية عارفين ايه اللي بيحصل تتحول الام الى ام ناقدة وتحرق في ولدها وتخصم من ولدها لا خليك يقوم طب والفقد اللي عندهم الفقد اللي عندهم ده ممكن يتحول الى فرصة ليه ان هم يبقوا رجالة ويبقى عندهم اعتماد وممكن واحد منهم يتحول لرجلك بعد شوية لكن انت لو كنت لهم ابو وام احتمال كبير جدا جدا يتعلموا الاعتمادية